أثارت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة عن اعتزامه الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على غزة لفترة غير محددة أثارت ردود فعل أمريكية سريعة وغاضبة وطالب المسؤولون الأمريكيون وعلى رأسهم الرئيس جو بايدن بإضاحات بشأن التصريحات الإسرائيلية مع التأكيد على رفض الولايات المتحدة لسياسة الاحتلال والتهجير القصري للفلسطينيين مع تزايد الإدانة الدولية والخسائر المؤلمة في الأرواح التي تخلفها حرب قوات الاحتلال الغاشم في غزة تعالت أصوات المسؤولين الأمريكيين تناشد الحكومة الإسرائيلية المحتلة تخفيف معاناة المدنيين وتجنب استهدافهم ويواجه الرئيس الديمقراطي جو بايدن معارضة إيزاء موقف الولايات المتحدة تجاه الانتهاكات الخطيرة من قبل دولة الاحتلال والسيناريو الذي سيهسود عاقب انتهاء الحرب إن وجهة نظرنا هي أن الفلسطينيين يجب أن يكونوا في طليعة قرارات ما بعد الحرب وغزة أرض فلسطينية وستبقى كذلك وكان وزير الخارجية الأمريكية أنتري بلينك قد دعا إلى العودة إلى حكم فلسطيني موحد في الضفة الغربية وغزة تحت قيادة السلطة الفلسطينية كما طرح جيك سوليفن مستشار الأمن القومي الأمريكي رؤية الولايات المتحدة للمضي قدما بالرغم من أنها لا تحظى حتى الآن بدعم من الطرفين الرئيسيين في الصراع المبادئ الأساسية للطريق إلى الأمام واضحة ومباشرة عدم إعادة احتلال غزة أو تقليص مساحتها وعدم التهجير القصري للشعب الفلسطيني كما إنعلنت نياهو السيطرة على المستوطنين الذين يهجمون العرب في الضفة الغربية وننتظر أن تكون هناك محاسبة وبدأ المسؤولون الأمريكيون مشاورات مكثفة مع الحلفاء عقب استطلاع الرأي لوكالة الأسوشيتد بريس والذي أظهر اعتراض نصف الديمقراطيين على تعامل الرئيس الأمريكي مع الصراع الحالي مما دعا البيت الأبيض لمطالبة رئيس الوزراء نتنياهو بتقديم توضيحات حول تصريحاته بشأن مستقبل غزة تزامنا مع قول بايدن هناك ضرورة لإيجاد دولة فلسطينية مستقبلية يستطيع فيها الإسرائيليون والفلسطينيون العيش جنبا إلى جنب مع قدر متساون من الاستقرار والكرامة يواجه الرئيس الأمريكي تحديات جاسيمة في الوضع الراهن أدت إلى تشتيت دعمه السياسي في الداخل وتهديد وحدة حلفاء الولايات المتحدة في الخارج داليا الكومي تلفزيون دولة الكويت واشنطن